تبدأ ركش على روحك وقاعد تتبع في شنو قاعد يصير في بطولة تونس وفي الراديوات التوينسا بعد معلن جليل قادري على القايمة تبدأ تحب تشوفها كردود الأفعال تسمع كليمي خليك تخرج على نطاقك على خطر في الفيديو هذا بشنو خرجو شوية على صلب الموضوع لأنه اليوم فما نسمى تحبش الاحترام وانا مش بتحترم حتى واحد سمحوني في الكلمة على خطر اليوم وقت اللي تلقك كمية الانتقادية اللي تعرض لها النخب الوطني جليل قادري بعد ما أعلن على القايمة الي لو تسعين بالمئة فما ناسي اليوم فرحانة بقائمة جليل قادري تحب ولا تكره تتغشش ما يعش بكش القايمة منعرش انا جوارك المفذل يلعب في بطولة تونس بطولة بودورو معاي تلوش ما عندكش عليش بتغشش تجي تلقى الرموز الاعلامية اللي هني مش مش نسمي بالضبط بالليدي تاي عندي علام تحافظ لكن يقول لك والله وينو بو قره وينو حمدي يلعبيدي وينو الدربالي وينو جلاسي وينو منعرش دراشكون ويبدأ يضرب لك على الوتر الحسيس تعرف عليش يسمي في الملعبين هذو ما يسمي لك شو جوار يلعب في قافسة ما يسمي لك جوار يلعب في كيب صغيرة ما يسمي لك جواريت تلعب في جمعيات كبيرة باش الرأي العام يهزوا وجهوا الغادي وبعد يقول لك والله يقايمها بالمحابات والله يقايمة فيها اربع حراس والله هزينة للمونديال جواريت متسحقش تكور صح النوم بابا كنتي في بيلك اللي جواريت تلكم شو ما يستحقش يكورو علش اليوم قاعدة عاطب في جلال قادري على القايمة لي هبتها قلوه ابرلين يدتاك اللي شكون فيها في اهيثه مجويني من بطولة تونس البقي ما نعرفه مش عندك الحق ما تعرفه مش لهنية بوراوي مرغير ما ندخل في الديسكوسية ما نحبش نسمي لهنية سي بوراوي وقت اللي تقول لي الملعبين ما نعرفه مش خي انتي من وقتاش تعرف كورة يخي انتي من وقتاش تفهم كورة يخي انتي من وقتاش تفهم كورة انتي شمدخلك في الكورة اصلا بش قولي والله مو مرن سيبق مو مرن سيبق اسكو تعديت بالمراحل اللي تعديوا بها المدربين توا انتي يقريت شمعناه تدريب انتي تعرف شمعناه تدريب هذي ولا حطوك محلل هكا ولا دزوا معك شوية بش ظهرت في البلاتويت ولا ظهرت من عرش دراوين ولا حطينك مزينين بيك الحلقة في من عرش انا في اي اذاعة كانت في تونس دراو عيب عليك تحكي الكلمة ذي اليوم وليت انتي مجاهد الاكبر اليوم انتي وليت مناظر للفراق و قاعد اخي ما غير ما نحكي على فضايحك يخي انتي اليوم وليت تتلوج على مصلحة الفراقة التونسية ومصلحة الكلوب افريكا ومصلحة النجم الاذي السيحلي ومصلحة الترجل الاذي تونسي كل شي موثق كل شي موجود نجيب لك احاديثك وكلمك اللي تحكي فيه رو شي منافي للحقيقة ما هي جيتا وتقول لي جوارت هذيك ومعليش ما عيت لهمش يخي اليوم انتي تشوف يا حمدي العبيدي قاعد يقدم في مستويه بش استحق دعوة المنتخب التونسي ما يستحقش ما فيش برشة كلم ايه لا تقول لي بوغرة انتي بوغرة ذاك شفتو جوار يستحق بش يكون موجود في المنتخب التونسي مسالش انا خليني ناخلك البروفيلم تاع بوغرة ونقارنو ببروفيلم لعبية اللي موجودين في البوست المتاعو اليوم تحكي على بوغرة نجم تقارنو بإلياس العشوري والمردود اللي قاعد يقدم فيها في الدوري الدنماركي تعب ماشي جوار ماشي للشامبيانجي نحكي على بوطول التونس ونقول ولا يكار في تونس وعليش نحاها مسالش نزيد نقدم معاك إلياس ساعد انتي تعرف تعرفو متعرفوش بتبيع لخاطر انتم مش بشتمكم كو منو وتدبرو روزكم منو بتبيع ما تعرفوش عادي عالاخر جوار كان يلعب في الرجيونال جوار كان يلعب في فوتسال جوار بالرسمي تطور بالرسمي اذيك كله كل الاحترام والتقدير على المستوي الممتاز تنجيبك انتي كوارجي تاوم لعبي متاع كورة نجيبك مالديفزيون سانك نحطك في اللونيفو نحطك في الربط المحترفة الثانية طول السنك يطلع زوزميترو ما بينك هو كان في الرجيونال ومبعد طلعوا مبعد ولا في الليك وقاعد يعمل في روند مو كبير وقاعد يكور وتوتولير وقاعد يمركي باش تشريح الحاجات هذي نزيدك اكثر من ذلك سيفال للتايف يشوفنيه في المقابلة الاخر اشنو عمل لما بوغرة تحكي لعليه هو ما منعرش درجكون تسميلي فيهم هذيك مجواري تسميلي فيهم بشعبه في الليكيب ناسيونال لدي افهم اليوم راو لازم نعملوا قدار المنتخب التونسي هذن في وخص ملعبية ذلك نزيد نكمل معك اكثر من ذلك خيك تقول لي حمزة جلاسي حمزة جلاسي حمزة جلاسي هو دو ماتية ديفونسور تحبوا تعملون نعميل غندري وبعد يعمل كنترول في وسط دزويد تلقاه في الشبكة ولا مبعد فما فو با ومبعد موقفش في الليني وبعد كسر لرجو ومبعد نعرش درجكونو اللي يعمل جيت حكي يقولوا احسن مدفع موجود حاليا في الساحة في تونس احسن مدفع وقت يلعب مع توينسا لي كيفوه ومش وقت يلعب في اللونييو على خطر نجيب لك جواريها في تونس واحسن جوار عندكم في تونس مساء تجيبو نحطوه في ري نيفو اليوم روي التقييم تعلم لعبية اللي يجيو المنتخب التونسي روي مش هكيك اعتباتيا ونتجي ترقد وتقوم إسباعة تقول لي وعلا يا نعايت له المنتخب مش هكيك تعاية الليو المنتخب لازم قبل ما تخ Nasıl تعايي المنطخب لازم تفهم اسكو هو ينجم يقدم الليضافة المنتخب وولا ما يقدمش اسكون هو ينجم عاون المنتخب يسكو هو في قيمة المنتخب في حد دتو وعله ليه رو بالرسمي خاطر الحاجات هذه تخليك تتشنش واليوم كيت تحكي دينا. وتي تتكلم اكيك تتكلم وكهو. لانه اليوم الناس الكل نتفقوا ان القائمة بتعجل القادر ما فيهش محابات. حتى كان فيها محابات اللاعب وليت انين. مثال اين ذي صلحنا الناسبة تسعين بالمئة ستين بالمئة سبعين بالمئة اللي تحب تسمي انتي. مرة جي سلحو خير. و مرة جيين نالقوا قائمة تكون فيها سون بوخ سون. يكونوا فيهم ليعبية الي يستحقوا بشي يكوره. والله اليوم اذا كان من عرشة تسميلي مثلا هنيد وتضرب عليه بالبونية وتقول يستحق يكون موجود في بلاست مريح وقال لبلاست الغندري وقال لبلاست او سامة الحديدي نقول لك اوكي ومعاك الهني في الكلمة تحكي فيه جي تسميلي ملاعبية اخر نمشي معاك اما تسميلي في ملاعبية يلعبوا في بطولة تونس ملاعبية ما نجمشي عادي جواره ما نجمشي يعمل افراب على الكاش جي تحكي عليه وتتكلم واكثر من ذلك يجي يقول لك اسمع يخي انا عرفهم هذيكو دي مش لازم تعرفهم انتي بتبيعتك ما تعرف حتى واحد انتي بتبيعتك لجيت تتبع لجيت تعرف لجيت تسمي لجيت حتى شيء حتى شيء وبعد يجيك للملاعبية الاخر اللي سامحوني اللي براح نسيت مش نحكي عليه في الفيديو نص الحاج محمود ملاعبية كورجي ملاعب يلعب في اقل من 17 سنين على المنتخب الايطالي ملاعبية اقل من 20 سنين مشيه على المنتخب المغربي اللي منتخب المغربي حالين في افريقيا لو مكسر الدنيا وروا عادي اي ملاعبية يعيطلو اي ملاعبية يقولوا بيجي معاي اللي كبنا سيونارا ويجيه لكن عليش مامشيش للمنتخب اذيك على خطر فهم خدمة للمنتخب التونسي فهم الناس قاعدة تخدم اليوم فهم الناس قاعدة تتكلم اليوم فهم الناس قاعدة توري شنو اللي قاعدين نجمو نذيفو في كورة القدم التونسية ونجمو نحسنو كي نجيب ملاعبي عمره ثمنتاشين سنين ويكون موجود ويلعب اربعة ماتشويت هك انتي متعريش بشو نقول لك انا شعمال في الماتشويت لعب اربعة ماتشويت مع الكيب سينيور الكيب اللولانية نتاعه لعب في اربعة ماتشويت تحذيرية وان شاء الله في السيزون هذي بيش يضمجوه وبش يكون موجود ويش يكور في اللي قدو في ايطاليا باش تشريها الحاجة هذي بعد نلقاك تضرب لي بالبوني على ملاعبية بودور وتحكي لي على منعرش انا احمد خليل احمد خليل شنو اللي يقدم طوح حالين في الفترة الحالية دون مزيدات ودون انتمائيات تحكي لي على الدربالي شنو اللي يقدم وشنو المستوى متاعه اللي بش يخول له اليوم تقاعد له وجعل يروحه في الدرجة لذي تونسي بش نحطه هنا الكور وبش نحطه موجود في الكيب ناسيونال ونعايت له لليشيء لارضاء فئة وإلا ارضاء جماهير وإلا اللي هو اليوم المنتخب التونسي لازم تحترم الروحة ولازم قبل ما تحكي على المنتخب التونسي وعلى الملاعبية اللي يستحقوا لما يستحقش لازم تشوف البرفورمانس لازم تشوف شنو الملاعبية ذاكم ينجموا يجريفوا المنتخب التونسي تحتح ان بعض المجبرة يمسلمش منهم قالوا يا اخي الملاعبية ذا يخذي اكثر من حجمه ووقتيش بش يورينا انتم ما مسلمش منكم انتم ما مزيل هو يا ربي اللي عمل عليك حتى بيجدزوا معه بالكلمة البيعية مسلمش منكم ما بيك اندي يعمل عامين وثلاثة واربع سنين القدم مش نيبش تعملوا فيه ان شاء الله ربي يبقى عليه الستر وان شاء الله يلقى الظروف البيعية بش يبرز وبشيكم فيرمي مع المنتخب التونسي الله غالب رو فيديو تشنجنا فيه على خطر الشي اليوم ينطقي الشي خليك تتكلم وتتفعل من غير ما تشعر